السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشيونك شيخنا بصراحة انا من اصحاب الخلاف اسمي عمر واتابع محاضراتك دائما وبصراحة كلش كلش استفاديت من عندها ويعني تعتبر هاي شهادة بكرية من عندي اكو مسألة انا من العراق يعني اكو مسألة وهواي من الشيعة يتجاهلوها انه يحلفون بالامام علي اعضى الله عنه الحسين عليه السلام الى اخره من اصحاب من آل بيت الرسول زيان اهنانا مو الحلف بغير الله يعتبر شرك او غير الشرك ارجو توضح لهاي المسألة ولكم الاجرى والثواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشكرا لكم اخوانا الكريم تفضلوا شيخنا شكرا للاخ الكريم عليه السلام ورحمة الله وبركاته ومرحبا به ونعتز بشهادته كذلك اللي قال هذه شهادة بكرية ونسأل الله تعالى لنا وله وللمسلمين جميعا ان يجمعنا على حب المصطفى وآله الاطار عليه السلام واتباعهم والبراءة من اعدائهم الله تعالى 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 ويكون حينئذ من اليمين اليمين الشرعي الذي تترتب عليه الأحكام كما في الحقوق أحسنتهم كما في في مجلس القضاء مجالس الدعوة مثلا أولى في الأمور الشرعية واحد يقسم على شيء ما حتى يجتنبه حتى يؤديه مثلا فإذا حنثت يترتب عليه حكم وهو وجوب الكفارة حينئذن فهذا النوع هذا اليمين الشرعي لا يمكن إلا أن يكون بالله تعالى وحده فإن حلف الحالف بغيره جل وعلا لا يؤخذ بحلفه هذا ولا تترتب عليه لا يترتب عليه شيء حتى وإن حنث فإنه لا يترتب عليه شيء من الكفارة إطلاقا ولو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولو قصد في هذا المقام في مثل هذا المقام في مقام اليمين الشرعي عقد اليمين الشرعي أو إيقاع اليمين الشرعي لو قصد أن يحلف بغير الله عز وجل منزلا غيره منزلته فهذا من الشرك بلا مريه صار واضح؟ هذا القسم الأول القسم الثاني لا الحلف بمعنى توكيد الكلام يعني يريد أن يؤكد الكلام لا لا من باب اليمين لا من باب انعقاد اليمين الشرعي لا من باب ترتب أحكام عليه لا مجرد يريد أن يؤكد كلامه فهذا جائز أن يحلف به أو يستعمل صيغة توكيدية هي من صيغ الحلف بما هو يكون عزيزا عليه أو على عزيز المحلوف لأجله صار واضح؟ ومن ذاك الذوات المقدسة ذات النبي الأكرم مثلا صلى الله عليه وآله يحلف بها الواحد لتوكيد الكلام الله عز وجل قد أقسم بذات النبي الأكرم بحياة النبي الأكرم أنتم اقرأوا في القرآن الحكيم قوله تعالى في سورة الحجر يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يخاطب نبيه شو يعني لعمرك لعمرك يعني لحياتك وحياتك يعني وحياتك إنهم لفي سكرتهم يعمهون والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما تروي البكرية نفسها أقسم بغير الله عز وجل وهذا ثابت عندهم في الصحاح لاحظوا ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم ثمانية وثلاثين وأبو داود في سننه برقم ثلاثمائة وسبعة وأربعين والبيهقي في سننه برقم سبعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وأربعين وغيرهم أخرج هؤلاء المضمون أن رجلا أعرابيا من أهل نجد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسأله عن الإسلام فبين له النبي صلى الله عليه وآله واجبات الدين فتعهد الرجل بأدائها بلا زيادة ولا نقصان فعلق النبي صلى الله عليه وآله على ذلك وقال هذا النص أفلح وأبيه إن صدق وفي لفظ آخر دخل الجنة وأبيه إن صدق شنو يعني وأبيه هنا؟ يعني وحياة أبيه أو ومقام أبيه يعني يحلف بأبوه النبي يحلف بأبي ذلك الرجل أي الأعراب أي الأعراب وبالمناسبة هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا بعينه برقم ستة واربعين ورقم ألف ثمانمائة وخمسة ورقم ألفين وخمسمائة وستين ورقم ستة آلاف وخمسمائة وتسعين ولكنه حذف قوله وأبيه في كل هذه المواضع الأربعة كلها طبعا وهذا حتى تتنبه أيها السائل الكريم إلى التلاعبات في أحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يعني البخاري ما متحمل أن النبي يقول وأبيه لأنه يفتح باب هذا أن الناس يقسمون بغير الله عز وجل يا أخي خلي تتبين المسألة الفقهية حتى الناس تفرق بين القسم الشرعي والقسم التوكيدي القسم الشرعي قلنا شيء اليمين الشرعي شيء والقسم التوكيدي الذي يجري في المحاورات العرفية شيء آخر صحيح مسلم له شرح معروف شرح نووي لصحيح مسلم ماذا يقول هناك في تعليقه على هذا الحديث وشرحه له يقول إن قيل الحديث مخالف يقصد طبعا بالحديث هنا الحديث الذي يرونه عن النبي صلى الله عليه وآله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت يقول إن قيل هذا الحديث مخالف لقوله صلى الله عليه وآله أفلح وأبيه إن صداق فجوابه أن هذه كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين ما يقصد بها اليمين الشرعي أي هذا الكلام من النووي يمكن أن يحمل على معنيين المعنى الأول أن يريد به أن هذه الكلمة كأنها خرجت من النبي صلى الله عليه وآله بلا قصد يعني كانت جارية في كلام العراب على ألسنتهم فخرجت منهم بلا قصد هذا المعنى شنيع لأنه معناها أن النبي صلى الله عليه وآله يعني كان يتكلم بكلام بلا قصد بلا تأمل فيكون ككلام السفهاء نعوذ بالله الذين يتكلمون بلا قصد بلا تأمل بلا حكمة وأنه تكلم بكلام هو أقرب إلى الشرك إذا قيل كما يقوله الوهابيون وأمثالهم أن الحلف بغير الله عز وجل شرك فقد وقع النبي في ذلك ولم يعصمه الله منه وهذا شنيع تماما إذا فسرنا كلاما نووي في قوله هذه كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين أنه المقصود أن النبي من دون قصد يعني خرجت منه هذه الكلمة هكذا فنستبعد هذا المعنى لخدشه في قدس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فيبقى المعنى الثاني لكلام النووي وهو أنه يريد أن النبي كان قاصدا لهذه الكلمة لكنه قصد عدم اليمين وإنما قصد مجرد التوكيد فهذا قولنا هو تماما قولنا وقد ذهب الحنابلة إلى تجويز الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله بل ورتبوا على ذلك الكفارة لمن حنث ارجع إلى كتاب شرح زاد المستنقع أو المستنقع للشنقيطي المجلد الخامس الصفحة أربعمائة وواحد يقول بالنص الحلف بغير الله عز وجل سواء كان هذا المحلوف به ملكا مقربا أو نبيا مرسلا لا يجوز حتى الحلف بالنبي وجوز الإمام أحمد وهو مذهب الحنابلة كما ذكره صاحب الإنصاف الحلف بالنبي وقال إن تعظيم النبي تعظيم لله عز وجل فلو قال والنبي والرسول فإنه لا حرج عليه في ذلك وتعتبر يمينه فيها الكفارة ونص صاحب الإنصاف على أنها يمين منعقدة ولكن هذا القول مرجوح إذا مذهب الحنابلة تبعا لإمامهم لا على تجويز الحلف بالنبي فقط بل جعل هذا الحلف بمثابة اليمين الشرعي ينعقد به اليمين الشرعي تترتب عليه الكفارة وهذا أبعد من قولنا نحن نحن الشيعة نقول لا الحلف بالنبي الحلف بالإمام علي الحلف بالإمام الحسين الحلف حتى بالعباس عليهم الصلاة والسلام لا يترتب عليه شيء نعم إن الذي يفعل ذلك يكون مستهينا بالذوات المقدسة أكيد إذا حلف كاذبا أو حنث يكون مستهينا عليه عقاب لكن كفار في الدنيا لا عليه إذا أردنا أن نثبت حقا ندفع باطلا في مجلس القضاء يجي يقول أنا أحلف بالعباس ما أحلف بالله ما يقبل منه حتى لو أحلف ألف مرة طبعا بعض الناس يخافون والله يقولها بس والعباس لا شوية يعني يراجع نفسه يعني يخاف بعد المهم الحلف بالعباس عليه الصلاة والسلام روحي فداء والحلف بالنبي وأهل البيت عليهم والسلام جائز من باب توكيد الكلام فقط هذا قسم توكيدي مو قسم شرعي هذا أبدا مو قسم شرعي أي في مصادرنا روايات تذكر أن إمتنا عليهم السلام أقسم هذه الأقسام التوكيدية مثلا راجعوا في الوسائل في المجلد السادس عشر الصفحة مئة وتسع وخمسين في باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة يقول روى أو روية عن علي بن مهزيار هذا أول رواية قال قلت لأبي جعفر الثاني منه يعرف من أبو جعفر الثاني منه أبو جعفر الثاني لا أبو جعفر الثاني الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو جعفر الثاني فعلي بن مهزيار يقول للإمام الجواد قول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقوله عز وجل والنجم إذا هوا هاي قسم من الله تعالى وما أشبه هذا فقال عليه السلام إن الله عز وجل يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز وجل هذا في أي مقام؟ اليمين الشرعي لأنه بعد ذلك صاحب الوسائل نقل روايات أخرى منها عن صفوان بن يحيا عن أبي جرين القمي قال قلت لأبي الحسن عليه السلام هذا أبو الحسن هنا هو الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول جعلت في ذاك قد عرفت انقطاعي إلى أبيك انقطاعي إلى أبيك يعني قولي بإمامته الإمام الكاظم عليه السلام واتباعي له ثم إليك قولي بإمامتك أنت ثم حلفت له وحق رسول الله صلى الله عليه وآله وحق فلان وفلان حتى انتهيت إليه يعني يقول أنا قلت له ابن جرين القمي يقول يقول قلت الإمام الرضا عليه السلام وحق رسول الله هذا حلف بحق رسول الله وحق أمير المؤمنين وحق الحسن وحق الحسين وحق السجاد وهكذا إلى وحقك أيها الرضا عليه السلام أنا انقطاعي لأبيك وإليك أنه لا يخرج ما تخبرني به إلى أحد من الناس أحلف لك بكل هؤلاء أنه أنا الكلام اللي راح تقول لي ما راح طلعه وسألته هذه المسألة اللي كانت عويصة آنذاك وسألته عن أبيه أحي هو أو ميت لأنه الواقف لعنهم الله كان يقول الإمام الكاظم حي ما مات وأن الإمام الرضا ليس بإمام قال قد والله مات إلى أن قال قلت فأنت الإمام قال نعم هذا الذي جرى في هذه الرواية في الحكم الشرعي عندنا يسمى تقرير وتقرير المعصوم حجه لأنه هذا السائل حلف بغير الله عز وجل قسما توكيديا مجردا حلف بحق رسول الله وبحق الأئمة الأطهار ما نهاه الإمام عن ذلك ولا قال إن هذا من الإثم أو لا يجوز فكان تقريرا وهو حجة أكثر من هذا عم محمد بن يزيد الطبري قال كنت قائما على رأس الرضا عليه السلام بخراسان إلى أن قال فقال الإمام الرضا عليه السلام بلغني أن الناس يقولون إنا نزعم أن الناس عبيد لنا لا وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله شفت الحلف القسم قال وقرابتي عظيم هذا الحلف وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله ما قلته قط ما قلت إن الناس عبيد لنا ولا سمعت أحدا من آبائي قاله ولا بلغني من أحد من آبائي قاله ولكني أقول إن الناس عبيد لنا لنا في الطاعة موال لنا في الدين فليبلغ الشاهد الغائب هذا معنى العبودية لأهل البيت يا أيها الوهابي الجاهل اللي تشكل شنها يسمعكم عبد النبي عبد علي عبد الأمير عبد الحسن عبد الحسين عبد الزهرة إنتم مشركين يا غبي أئمتنا يقولون إنما الشيعة لهم عبيد في أي شيء في الطاعة مو في الألوهية والربوبية نعوذ بالله أمسك لك أي شيعي هذا اللي يسمع عبد الحسين قل له تعالي يا بأ أنت عبد الحسين يعني أنت لما تقوم تصلي تقول الحسين أكبر لا تقول الله أكبر يقول الله أكبر أنت تعبد الحسين تركع للحسين تسجد للحسين يقول حاشا وكلا أركع وأسجد لله جل وعلا إذا ما معنى عبد الحسين يقول يعني عبد من عبيد الحسين في الطاعة في الخدمة خادم الحسين مثل ما كان جون عبدا للحسين عليهما السلام على جون السلام خادم الحسين هم نقول له عليه السلام إذا كان من الشهداء في الطاف الإمام يسلم عليهم والإمام الصادق عليه السلام علمنا أن نخاطبهم نقول بأبي أنتم وأمي مثل ما نقول عن الحسين عليه السلام بأبي أنت وأمي حتى أصحاب الحسين ومنهم هذا العبد جون نقول له بأبي أنت وأمي أكبر مرجع تقليد سيد هاشمي علوي فاطمي يأتي يقف ذليلا أمام جون العبد يقول له بأبي أنت وأمي شايف المقام هذا اللي يكون عبد لأهل البيت بهذا المعنى يرفعه الله عز وجل هذه عبودية تستبطن رفعة وعزة عن عبد العزيز بن مسلم هذه الرواية شوف الرضا عليه السلام أقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله رواية أخرى أيضا عن الرضا عليه السلام في صفة الإمام والرد على من يجوز اختياره أو يجوز اختياره لأن المخالفين يجوزون اختيار الإمام هم يقولون إحنا نختار الإمام كيف هو؟ دين أبوهم هو الإمام يختاره الله اسمه إمام يعني من يؤتم به في الدين الدين ممن؟ من الناس إذا مصنوع منكم من بيت أبوكم اختاروا إمام إذا الدين مال أبوكم أما إذا الدين مال الله لازم اللي يختار الإمام لهذا الدين من؟ الله لازم يختار قضية بدهية ما تحتاج أخذوا عطاء بالكلام فالإمام يرد على هؤلاء الذين يجوزون اختيار الإمام فيقول فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه بعد ما عدت صفات الإمام أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه تعدوا وبيت الله الحق أقسم بماذا؟ ببيت الله لا بالله هذا قسم توكيدي تعدوا وبيت الله الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وكما روي عن النبي في مصادر المخالفين صلى الله عليه وعليه أنه أقسم بواحد عادي هذا أبو هذا الأعراب الذي جاءه يسأله كذلك روي عن أمتنا الأطهار عليهم السلام فعن علي أي ابن مهزيار قال قرأت في كتاب لأبي جعفر من أبو جعفر هنا؟ لا الجواد عليه السلام هذا بدلالة الراوي علي ابن مهزيار متأخر يقول قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام إلى داود بن القاسم أني قد جئت وحياتك يعني الإمام الجواد عليه السلام يقسم بحياة داود بن القاسم إلى أن يقول الحر العاملي رحمه الله معلقا على هذه الروايات يقول ما تضمن الحلفة بغير الله محمول على نفي التحريم في الصور المذكورة وإن كانت لا تنعقد لا تنعقد اليمين بذلك ولا توجب كفارة ولا تكفي في الدعوة الشرعية فهذا جماع الكلام في مسألة الأقسام جماع الكلام أن القسم بغير الله جائز إن قصد به فقط توكيد الكلام وهذا ما يفعله الشيعة حين يقولون لا والحسين لا والعباس ونحو ذلك فلا إثم عليه وقد وافقنا فيه الحنابلة بل وزادوا على ذلك بترتب الكفارة إذا ما حلف أحد برسول الله صلى الله عليه وآله يعني جعلوا بمثابة اليمين الشرعي ونحن نعلم أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بإجماع الأمة قال حسين مني وأنا من حسين فإذا جوز الحنابلة القسم عليكم السلام ورحمة الله جوز الحنابلة القسم برسول الله صلى الله عليه وآله لزم من ذلك تجويز القسم بمن هو من رسول الله ورسول الله منه وهو الحسين عليه السلام جاز أن يقول الإنسان والحسين كذلك حتى لو كان مبالغ به يعني أي مكان يحلف لا قلنا إذا كان قد تعدى الطور وصار استهانة بالذوات المقدسة فهذا لا يجوز لأنه هتك أم مو بواحد بكيف بالطالع وبالناس ليقسم والحسين والعباس والنبي وأمير المؤمنين وحق الزهرة وحق ما يصير هذا الحشي هذا هتك صار للذوات المقدسة حرام هذا موضوع ثاني شكرا شكرا